أنهت القوات الأمريكية الموجودة في العراق إنشاء أول مهبط خاص بالطائرات المروحية وبين مصدر في حكومة محافظة الأنبار المحلية أن القوات الأمريكية أكملت إنشاء المهبط في منطقة واقعة غربي الأنبار في قضاء الرتمة وأوضح المصدر أن إنشاء المهبط يعد الأول من نوعه للقوات الأمريكية في المحافظة مؤكدا أن المسؤولين الأمنيين العراقيين ليس لديهم أي معلومات عن الأسباب التي دفعت القوات الأمريكية لإنشائه حسب قول المصدر الذي أوضح أن هذا المهبط للمروحيات سيمكن القوات الأمريكية من مراقبة الصحراء الغربية للعراق بكاملها وصولا إلى الحدود العراقية السورية